سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل مبارح في قصر الاتحادية وزراء الإعلام العرب المشاركين في الدورة العادية لـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب اللي عقد في القاهرة أكد سيادة الرئيس أهمية الدور الاستراتيجي للإعلام في مسندة جهود الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية وده من خلال تناول القضايا الوطنية وتعميق الوعي العام شدت سيادة الرئيس على أن الكلمة في الإعلام هي أمانة ومسئولية كبيرة أمام الشعوب كمان سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اقتماع مبارح تابع فيه مستجدات عدد من المبادرات المختلفة في قطاع الصحة والرعاية الطبية وجه سيادته بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريد لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية وده بالتكامل مع مجهود الدولة في مجال الرعاية الصحية للمواطنين استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية السادة وزراء الآلام العرب صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء على إيمان مصر بأهمية الدور الاستراتيجي للآلام في مساندة جهود الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية وذلك من خلال تناول القضايا الوطنية وتعميق الوعي العام لدى الشعوب مشيرا سيادته إلى وحدة الشواغل والتحديات المشتركة التي تواجه العالم العربي وهو الأمر الذي يستدعي قيام الآلام العربي بالتحدث بلغة واحدة تساعد على مواجهة تلك التحديات وأن يتم طرح القضايا المختلفة بشكل عميق وموضوعي ومدعوم بالحقائق من أجل البناء الواقعي والصحيح للعقل الجمعي والوجدان العربي ومشددا سيادته على أن الكلمة من الإعلام هي أمانة ومسئولية كبيرة أمام الشعوب وفيما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية والتحريد الذي تتعرض له مختلف الشعوب العربية شدد السيد الرئيس على أن الهدم لم ولن يكون رسالة حضارية وأن القيمة الدينية لا تقام على أنقاد الخراب والتدمير لأن رسالة الدين هي البناء والتعمير والسلام والتنمية وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بتوفير الأمن والاستقرار السياسي والمعنوي للشعوب في إطار مجال حضاري أمن من جانبهم أعرب السادة الوزراء المشاركون في الدورة العادية الثانية والخمسين لمجلس وزراء الأهلام العرب والمنعاقدة حاليا بالقاهرة عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس مشيدين بالإنجازات الملموسة التي تشهدها مصر تحت قيادة سيادته على كافة الأصعيدة سياسياً وتنموياً واقتصادياً واكتماعياً والتي تقدم نموذجاً يحتذا به للأمة العربية في التقدم والازدهار والرؤية المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى دور المقدري لمصر كمركز ثقل للحفاظ على أمن واستقرار الوطن العربي بأكمله كما شهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع السيد الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على اجتماع مجلس وزراء الأعلام العرب خاصة ما يتعلق بالتوعية الأعلامية للأجيال المستقبلية فضلاً عن الدور الحيوي للأعلام في دعم الأمن القومي العربي وتعزيز بناء المؤسسات وكذا ترسيخ أواصر الأخوة بين العالم العربي وقد آرب الحضور عن تسمينهم لعمق الطرح المقدم من السيد الرئيس وحكمة سيادته في إدراك متطلبات بناء الدول مؤكدين أن مواجهة التحديات بكافة صورها لا يقع على عطق الحكومات بمفردها وإنما تشارك فيه أيضاً المؤسسات الإعلامية ومن ثم فعليها الالتزام بمعايير منضبطة وجد والتعبير عن أولويات سليمة وتوعية الشعوب والمجتمعات بالأبعاد المختلفة للتحديات وكيفية مواجهتها والتصدي للأكاذيب والشائعات كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوى التاجدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الاجتماع شهد متابعة مستجدات عدد من المبادرات المختلفة في قطاع الصحة والرعاية الطبية حيث وجه السيد الرئيس بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريد لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال الرعاية الصحية للمواطنين كما اطلع السيد الرئيس على الخريطة الوبائية العالمية بشكل عام وتأثيرها على الوضع في مصر والخطط الوقائية الوطنية للحد من نفاذ الأمراض الوبائية إلى داخل البلاد واستراتيجية التعامل مع الحالات التي يمكن أن تكتشف في هذا الصدد من خلال توفير كافة سبل الرعاية والعلاج وفيما يتعلق بالوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية أشار الدكتور محمد عوات تجدين إلى الانخفاض الملحوظ والمستمر في رصد حالات الإصابة بالفيروس بوجه عام وأن معظم الحالات التي يتم تشخيصها تعاني من أعراض بسيطة دون مضاعفات وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة برامج التوعية الوقائية وحملات تطعيم للمواطنين عن طريق مراكز تطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة مع تعزيز منظومة تصنيع اللقاحات في مصر لضمان استمرارية توفرها كما عرض الدكتور محمد عوات تجدين جهود تطوير منظومة زراعة الأعضاء في مصر وكذلك تطوير منظومة الدواء بما يضمن توفير كل الأدوية الأساسية في جميع المؤسسات العلاجية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة إمبارح أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ السيادة الرئيس أنه يجب التحرك وسريعا وبشكل منصق لوضع تعهدات المناخ موضع التنفيذ لخفض الانبعاثات وأكد كمان على دعم الجهود والمبادرات الهدفة لتعزيز عمل المناخ بالشراكة مع الأطراف الحكومية وغير الحكومية من المجتمع المدني ومؤسسات التمويل بسم الله الرحمن الرحيم السيد أنتونيو جوتيريش سكريتر عام الأمم المتحدة أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات أود أن أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على مشاركتكم في هذا الاجتماع المهم الذي يعقد بالشراكة بين مصر والسكريتر العام للأمم المتحدة والذي كنت أتطلع للتواجد فيه معكم لولا ظروف طارية حالة دون أتمكني من التواجد في نيويورك منذ نحو عام مضى شاركنا معا في هذا الاجتماع في إطار الإعداد لقمة المناخ في المملكة المتحدة واليوم ونحن على وعد أسابيع قليلة من قمة المناخ السابعة والعشرين التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ فإننا نجتمع مرة أخرى في ظل أحداث جرت على مدار العام الماضي تسببت في أزمات سياسية وتحديات في الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد طالت آثارها شتى أنحاء العالم إن هذه التحديات تمثل ولا شك أعباء إضافية على دولنا جميعا وخاصة النامية منها إلا أن علينا دائما أن نعتد بالتقارير العلمية الموضوعية التي تؤكد بشكل قاطع أن تغير المناخ يظل التحدي الوجودي الأخطر الذي يواجه كوكبنا وأن تداعيته تزداد تفاقما يوما بعد يوم مع كل ارتفاع في درجات الحرارة ولعل ما شهدته دولة باكستان الصديقة مؤخرة من فيضانات خلفت دمارا غير مسبوق وفقدانا في الأرواح وما شهدته القارة الأوروبية والولايات المتحدة من حرائق غابات غير مسبوقة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة يعد نزيرا مؤلما لما سيكون عليه مستقبل أبنائنا وأحفادنا ما لم نتحرك سريعا وبشكل متسق لنظر تعهودات المناخ موضع التنفيذ لخفض الانبعاثات وبناء القدرة على التكيف وتعزيز تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية أصحاب الفخامة إنني وإذ أتطلع إلى استقبالكم في قمة المناخ يومي السابع والثامن من نوفمبر القادم فإنني لعلى ثقة أن اجتماعنا اليوم سيخرج برسالة قوية تمهد الطريق نحو تحقيق نتائج ملموسة في شرم الشيخ وأود هنا أن أطرح عليكم رؤية مصر لعناصر هذه الرسالة التي تنتظرها شعوبنا من اجتماعنا اليوم أولا أننا كمجتمع دولي وبصرف النظر عن أي ظرف عالمي أو خلاف سياسي لن نتراجع عن التزامات ارتضيناها وتعهدات قطعناها على أنفسنا ولا عن سياسات انتهجناها حققت بالفعل مكتسبات مهمة في مواجهة تغير المناخ ثانيا إننا كقادة للعالم ندرك تماما أن حجم الجهد المبذول لا يفي بالمطلوب تحقيقه وأننا سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تعهداتنا سواء من خلال رفع طموح وتحديث مساهمتنا المحددة وطنيا تحت اتفاق باريس أو من خلال تعم كافة الجهود والمبادرات الهدفة إلى تعزيز عمل المناخ بشراكة مع كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية من المجتمع المدني والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص العالمي وهي أطراف لا غنى عنها في هذه المواجهة ثالثا أننا كمجتمع دولي نعلم تماما العلم حجم العبء الملقى على عاطق الدول النامية والأقل نمو وحجم ما يتعين عليها مواجهته للوفاء بتعهداتها المناخية مع الاستمرار في جهود التنمية والقضاء على الفقر في ظل أزمتين غزاء وطاقة غير مسجوقتين وأننا نتعهد الدول المتقدمة منا بالإسراع من وطير التنفيذ التزاماتنا تجاه هذه الدول بتوفير تمويل المناخ لصالح خفض الانبعاثات والتكييف وبناء القدرة على التحمل سواء بالوفاء بتعهد المئة مليار دولار وتعهد مضاعفة التنويل الموجه إلى التكييف أو بالإسراع من التوافق على هدف التنويل الجديد لما بعد 2025 أصحاب الفخامة أثق أنكم تتفقون معي حول هذه الرؤية وأعلم أنكم ستأتون إلى شرم الشيخ محملين بتطلعات وتوقعات شعوبنا جميعا ولا يساورني شك أننا كقادة للعالم سنرتفع إلى قدر المسئولية الملقى على عاتقنا لوضع هذه الرؤية موضع التنفيذ لكي لا تنظر إلينا الأجيال القادمة لتقول كانت لديكم فرصة فضعتموها ونحن اليوم ندفع الثمن باهزا شكرا وبالأمس السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية كتبت على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي للسلام قالت أن السلام هو روح الأديان السماوية ويظل هو الخيار الوحيد لتحقيق التعايش المشترك وتحقيق التمأنينة الغائبة في العديد من المجتمعات اللي دمرتها الصراعات والحروب وأضافت السيدة الأولى في اليوم العالمي للسلام نحتاج دايما إلى إرساء ثقافة السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر لبناء مجتمع آمن ومستقر ومزدهر على جميع المستويات برح كمان كان في مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت أبرز إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والاجتماع اللي عمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملفات عمل وزير قطاع الأعمال العام وكمان متابعة موقف الأرصيدة الاستراتيجية من السلع الأساسي أخبار وأحداث كتيرة حصلت مبارح منها الاجتماع اللي عمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة ملفات عمل وزير قطاع الأعمال العام وأكد الدكتور مدبولي على أهمية مواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال علشان يكون لها دور فاعل في الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعة الوطنية إمبارح الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع آخر لمتابعة موقف الأرصيدة الاستراتيجية من السلع الأساسية وأكد على حرص الحكومة على المتابعة الدائمة لتوافر الأرصيدة المختلفة من السلع الأساسية مع اتخاذ كل التدابير اللازمة لتوافر السلع الأساسية في الأسوأ إمبارح برضو شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقار الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع بروتوكول تعاون وتنسيق بين صندوق التنمية الحضرية والشركة المصرية للاتصالات بشأن إتاحة تقديم خدمات الاتصالات وتوصيل الشبكات للمشروعات المملوكة والتبعة لسندوق التنمية الحضرية كمان إمبارح أعلن الدكتور مصطفى مدبولي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على توطيط دعائم المنظومة الفكرية في مصر خاصة إن المنظومة دي لها دور كبير في دفع عجلة التنمية والاقتصاد إمبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفع الشائعات اللي ترددت حول زيادة عدد ساعات الدراسة بمدارس الثانوية الفنية في العام الدراسي الجديد وأكد المركز إنه ساعات الدراسة زي ما هي في جميع المدارس الفنية سواء المدارس نظام الثلاث سنين أو الخمس سنين وفي جولة المحافظات نعنى النهاردة مجموعة من الأخبار والموضوعات اللي حصلت إمبارح ومنها افتتاح معرض أيادي مصر لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية في الدأهلية وتقديم خدمات طبية لأكتر من 3000 مواطن في قافلة علاجية في الشرقية وكمان الاستعداد لتنظيم مهرجان الهجن الدولي في الوادي الجديد وأخبار تانية في محافظات كتير حنعرفها في سياق التقرير اللي جاي محافظات مصر شهدت إمبارح أخبار وأحداث كتيرة أبرزها إعلان محافظ المينيا اللواء أسامة القاضي إن إجمال المشروعات الخضراء اللي تم تسجيلها على منصة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الزاكية بالمحافظة بلغ 222 مشروع وقال إن المشروعات دي بتساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي في الدأهلية افتتح المحافظة دكتور أيمن مختار معرض الدأهلية الأول لمبادرة آياد مصر لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية واللي بيقام بحديقة الأسرة أمام حي شرق المنصورة بالشارع الجيش وقارر المحافظ مد فترة المعرض لمدة أسبوع بدل من ثلاثة أيام لمنح الفرصة للعارضين لبيع أكبر قدر ممكن من المنتجات في الإسكندرية استقبل المحافظ اللواء محمد الشريف ميد طفل من ذوي الهمم والأيتام لتوزيع الشنط والمستلزمات المدرسية عليهم وده بالتعاون مع المجتمع المدني وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد في الشرقية نفذت إدارة القوافل بمدرية الشؤون الصحية بالمحافظة القافلة الطبية المجانية بقرية ميد جابر التابعة لمدينة مركز بلبيس والقافلة تضمنت العديد من التخصصات الطبية وأجرت الكشف المجاني على 3078 مريض من أهالي القرية في أسوان أجرى المستشفى الجامعي 44 856 عملية جراحية متنوعة بمختلف التخصصات خلال عام وده في إطار توفير الخدمة الطبية لأهالي أسوان ومرضى محافظات جنوب السعيد في شمال سينة قرر اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش تشكيل مجموعات عمل بالمدينة لتجهيز غرف تصريف الأمطار وإجراء عمليات تطهير لمجرى وادي العريش من بدايته والحد ما صب البحر في الوادي الجديد بتستعد المحافظة لتنظيم مهرجان الهجن الدولي أول شهر أكتوبر اللي جاي المهرجان هيقام بنادي الهجن بقرية بغداد التابعة لمركز باريس وهيكون أولى فعليات احتفال المحافظة بالعيد القومي اللي بيوافق 3 أكتوبر من كل عام في الأليوبية وجه المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان رؤساء المدن والمراكز والأحياء بضرورة توفير أماكن داخل المدن وخاصة على الكورنيش والحدائق والأماكن غير المستغلة علشان يتم إقامة مناطق كارفانات وعربات للطعام زي شارع مصر لتوفير فرص عمل للشباب والترفيه عن المواطنين في جنوب سينة تابع المحافظ اللواء خالد فودا أعمال توصيل المرافق للمنطقة الزرقاء اللي بتعتبر امتداد لمركز المؤتمرات الدولية وشدد المحافظة على سرعة الانتهاء من توصيل كافة المرافق في إطار الاستعدادات لاستضافة مؤتمر تغير المناخ كوب 27 اشتركوا في القناة